محمد يقول بعض إمة المساجد يعني بالنسبة للتكبير في الركوع والسجود يقول ما يكبرون إلا عندما ينتهون من الركن ما حكم ذلك محمد بارك الله فيك أنا والله سبق أنني وجهت رسالة إلى أخواني إمة المساجد بأن يتعلموا أحكام الصلاة ولا سيما وأنهم قدوة للناس النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة وغفر المؤذنين وللأسف الشديد نشاهد بعض الأخطاء التي يعتقد بعض الأئمة أنها يسيرة وهي غير يسيرة بل صعبة خاصة المسألة هذه وفي أخطاء كثيرة وللأسف في عدم التقيد بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتمني أصلي فمن الأخطاء للأسف اللي نبع عليه الأخ محمد وأنا سبق أني نبهت عليها أن بعض إمة المساجد لما يرفع من الركوع ما يقول سمع الله لمن حمد إلا إذا استتم قائما وهذا إتيان بالذكر في غير محله سمع الله لمن حمد ليس محلها في القيام وإنما محلها بين الركنين لما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمد الأمر الآخر قد يأتي شخص ما يرى الإمام فيركع ظنا أن الإمام ما زال راكعا ويحتسب هذه ركعة و هي غير ليست بركعة له من الذي يتحمل الذنب والإثم الإمام الإمام هو الذي يتحمل و لذلك للأسف و أنا رأيت بنفسي بعض الإمة يرفع و يستتم قائما و يبقى ثواني لأجل أن يضع فمه عند اللاقط يقول سمع الله لمن حمد هذا خطأ كبير و بعض الأئمة للأسف ما يقول الله أكبر عند السجود حتى يضع رأسه ساجدا يضع رأسه ساجدا يعني لو قال الله أكبر و نصف التكبير يعني أثناء السجود ممكن لكن أن يضع رأسه و يقول الله أكبر هذا أتى بالذكر في غير محله و يوجد مذهب من المذاهب الفقهية يبطلون الصلاة هذه يقول الصلاة باطلة لأنه ترك ذكرا واجبا و أتى به في غير محله فعليمة المساجد أن يتقوا الله و أن يتعلموا العلم الشرعي و أن يتفقه و أن يجب عليه مجوبا أن يتعلموا أحكام الصلاة و أحكام الإمام و الإئتمام و أحكام سجود السهو أسأل الله أن يهدي الجميع ترجمة نانسي قنقر